اشتركوا في القناة الامن بالبلاد خاصة في ولايتي غرب وشرق دارفور وقال وزير الدفاع ياسين ابراهيم ان المجلس اصدر قرارا بتشكيل قوة مشتركة قادرة على التدخل السريع لحفظ الامن في دارفور وتفعيل اجراءات جمع السلاح ومراقبة الحدود دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومفاوض العون الانساني الاتحادي دكتور احمد البشير مشروع سلالة رمضانية وسلالة المتضررين الذي تقوم بتنفيذه منظمة الاغتنام الشريك الوطني لمركز الملك سلمان للغاثة والاعمال الانسانية واكد السفير السعودي ان هذا المشروع امتداد للمشاريع الانسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين واستمرارا للمشروعات الانسانية والتنموية للمملكة في السودان من منطلق العلاقات الازلية وأواصر الدين والجوار أبدى وزير الصحة عمر النجيب أسفه لوفاة مرضى بكورونا في مركز عزل بالخرطوم بسبب عطل في التيار الكهربائي وأكد الوزير أنهم سيضطرون إلى إغلاق البلاد في حال لم يلتزم الواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية أعلنت دارته الخزانات بوزارة الريع عن حجز حوالي 600 مليون متر مكاعة من المياه بخزان جبل أولياء عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان ويأتي ذلك ضمن تحسبات الدولة لأي إجراء أحادي من قبل أثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل اشتركوا في القناة